مجمع الأندرس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أبناء تلاب المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافية درسنا لهذا اليوم تابع التخطيط العمراني أهداف الدرس يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يعدد العوامل المؤثرة في التخطيط العمراني يفسر أهمية دراسة الموقع الجغرافي يقارن بين الآثار المباشرة والغير مباشرة للتركيب الجيولوجي على التخطيط العمراني يعدد العوامل المؤثرة في التخطيط العمراني ما هي العوامل المؤثرة في التخطيط العمراني سنقوم بشرح هذه العوامل أولا العوامل الطبيعية المؤثرة في التخطيط العمراني العوامل الطبيعية المؤثرة في التخطيط العمراني العامل الأول نعم الموقع الجغرافي أما العامل الطبيعي الثاني فهو التركيب الجيولوجي العامل الثالث مظاهر السطح أما عن العامل الرابع فهو موارد المياه العامل الخامس فهو المناخ والعامل السادس وهو النبات الطبيعي إذن جميعها هي عوامل طبيعية تؤثر في التخطيط العمراني عزيزي الطالب أجب معي عن الأسئلة التالية أي من العوامل الطبيعية التالية يؤثر في عملية التخطيط العمراني الموقع الجغرافي مواصلات الأنشطة الاقتصادية البترول نعم الموقع الجغرافي أذكر العوامل المؤثرة في التخطيط العمراني كما قلنا سابقا عوامل طبيعية وعوامل ديمغرافية وعوامل سكانية عزيزي الطالب عدد العوامل الطبيعية المؤثرة في التخطيط العمراني نعم الموقع الجغرافي تركيب الجيولوجي مظاهر السطح موارد المياه والمناخ وأيضا النبات الطبيعي أحسنتم جميعا الهدف الثاني يفسر أهمية دراسة الموقع الجغرافي عزيزي الطالب الموقع الجغرافي لماذا صخر الله سبحانه وتعالى الموارد الطبيعية لخدمة الإنسان نعم لأن الإنسان هو من يعمر الأرض ما المقصود بالموقع الجغرافي ما المقصود بالموقع الجغرافي نعم موقع المنطقة الجغرافية بالنسبة للظاهرات الجغرافية كالمسطحات المائية وكأشكال سطح الأرض ويعتبر الموقع من أهم العوامل الطبيعية المؤثرة في التخطيط الجغرافي كما قلنا الموقع الجغرافي مثل المسطحات المائية وأشكال سطح الأرض أولا الموقع الجغرافي يعتبر الموقع من أهم العوامل المؤثرة في التخطيط العمراني فموقع المسكن وبعده عن جهات العمل ومراكز الخدمات المختلفة توضع في الاعتبار عند التخطيط العمراني أيضا الموقع الجغرافي يحدد مظهر المنطقة وخصائصها المميزة ما أهمية دراسة موقع منطقة ما ما أهمية دراسة موقع منطقة ما أو موقع المنطقة العمراني نعم يساعد في فهم التوزيع الجغرافي للسكان وتركبهم وأيضا يساعد على فهم الأنشطة الاقتصادية السائدة في تلك المنطقة أيضا تساعد دراسة الموقع على معرفة النمط العمراني السائد في الإقليم من حيث مظهر العمراني والخصائص المميزة له من حيث مظهر العمراني وخصائصهما المميزة عزيز الطالب أجب عن الأسئلة التالية يقصد بالموقع يقصد بالموقع هو المنطقة العمرانية بالنسبة للظاهرات أحسنت الجغرافية وضح أهمية دراسة الموقع لمنطقة ما توزيع الجغرافي للسكان وتركبهم والأنشطة الاقتصادية السائدة أيضا النمط العمراني السائد في الإقليم من حيث مظهرها العمراني وخصائصهما المميزة ما العلاقة بين الموقع الجغرافي والتخطيط العمراني ما العلاقة بين الموقع الجغرافي والتخطيط العمراني نعم علاقة ترضية كلما كان الموقع مميزا كلما كان التخطيط العمراني أيضا مميز أحسنتم الهدف الثالث يقارن بين الآثار المباشرة والغير مباشرة للتركيب الجغرافي على التخطيط العمراني عزيزي الطالب كما ذكرنا سابقا العوامل الطبيعية المؤسرة في التخطيط العمراني موقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي ومظاهر السطح وموارد المياه والمناخ وأيضا النبات الطبيعي الآن نتحدث عن التركيب الجيولوجي ما المقصود أعزائي الطلاب بالتركيب الجيولوجي نعم المظاهر أو الملامح الهندسية التي تتواجد عليها الصخور وتنتج إما في نفس زمن تكوينها أو نتيجة لقوة مؤثرة بعد التكوين لماذا يتم دراسة التركيب الجيولوجي عند التخطيط العمراني لمنطقة ما لماذا أعزائي الطلاب نعم يتم دراسة التركيب الجيولوجي لمعرفة مكونات الأرض ومدى صلاحية التربة للعمران هل هذه التربة تصلح للعمران أم لا تصلح والآن لدينا آثار مباشرة وآثار غير مباشرة للتركيب الجيولوجي على التخطيط العمراني أما عن الآثار المباشرة معرفة مدى صلاحية الصخور والتربة لأغراض البناء وضع الأساسيات المناسبة للمباني بطريقة اتصادية كلها آثار مباشرة أيضا إنشاء الطرق والسكك الحديدية وشبكات التصريف وأيضا زراعة النباتات أما الآثار غير المباشرة وهي معرفة ما تحتويه الطبقات الأرضية من ثروات معدنية وأيضا إمكانية استغلالها بطريقة اقتصادية في الأنشطة الصناعية أيضا تحديد مدى ملاءمة التربة تحديد مدى ملاءمة التربة للنشاط الزراعي أيضا تحديد مدى توفر المياه الجوفية الصالحة للاستخدام البشري إذن أعزائي الطلاب هناك آثار مباشرة للتركيب الجيولوجي وهناك آثار غير مباشرة للتركيب الجيولوجي على التخطيط العمراني كما ذكرنا سابقا عزيزي الطالب أجب عن الأسئلة التالية السؤال الأول من الآثار المباشرة للتركيب الجيولوجي على التخطيط العمراني نعم إنشاء الطرق أحسنتم أذكر الآثار الغير مباشرة للتركيب الجيولوجي على التخطيط العمراني معرفة ما تحتويه الطبقات الأرضية من ثروات معدنية تحديد مدى ملاءمة التربة للنشاط الزراعي وأيضا تحديد مدى توفر المياه الجوفية الصالحة للاستخدام السؤال الثالث ما العلاقة بين التخطيط العمراني والتركيب الجيولوجي نعم يساعد على معرفة صلاحية التربة لأغراض البناء وما تحتويه الطبقات من ثروات معدنية أحسنتم عزيزي الطالب وصلنا إلى الغلق الختامي للدرس ويمكنك الرجوع عن طريق برنامج البركود والإجابة عن الأسئلة التالية عن طريق موقع الورد دول شكركم وإلى لقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندرس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية